ورجعنا لحضراتكم تاني وفقرت الصحافة الدنيا فيها هنا تجول في صحف أخبار النهاردة لكن في البداية أسمحولي أرحب بضفتي اللي بتشرفني الأستاذة صديقة حسين الكاتبة الصحفية أهلا بحضرتك وكل سنوحور الطيور أهلا بيكم كل سنوحور طيبين وحب أعيد على إخواننا المصريين بمناسبة أعياد الكريسماس وأيام قليلة ونستقبل عشرين عشرين وإن شاء الله نحقق فيها كل أمانينا ويكون عام أحسن من عام السابق أمين يا رب أمين يا رب نبدأ محرك جولتنا الإخبارية من اليوم السابع الخبر بيقول طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بترصيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية في إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من زوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية ضمانا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات كمان من الموقع الإلكتروني لمصراوي الخبر بيقول السيسي عن طلب الطفل مهند بتدريس مادة احترام الآخر هتتعامل فورا طبعا الرئيس مبارح كان شاهد حفلي لزوي الأحتياجات الخاصة ويمكن بدأ على رئيس تأثيره بي هو يوم 24 ديسمبر العام الماضي كانت أول احتفالية لأولادنا من زول القدرات الخاصة هو ما إحنا ما نحبش نسميهم الأحتياجات الخاصة نسميهم القدرات الخاصة لأنهم أثبتوا بالفعل أنهم عندهم قدرات يمكن تفوق الأسوياء في هذا اليوم من كل عام رسخ هذا التقليد الرئيس عبدالطاح السيسي أنه هو هيبقى عيد ليهم ويجتمع بيهم بالأمس وكانت احتفالية جميلة جدا كانت فيها محاكاة للأولاد زول القدرات الخاصة وأنهم اللي كان فيه مهند اللي طلب قاعد يتكلب على حق الآخر وعدى بالتمييز بكافة أشكاله وطلب ان تدريس مادة احترام الآخر بالفعل رد عليه الرئيس عبدالطاح السيسي وقال له هتتعامل فورا فطبعا دي كانت فرحة رائعة لأن احنا كلنا بنطالب بالمادة دي في المدارس على أساس أن حتى الأطفال دول بيتعرضوا كمان للتحرش وبتعرضوا لحاجات والتنمر والتنمر بص حضرتك احنا برضو ما زلنا حتى الآن مش قادرين نستوعب ونتفهم قدراتهم وأن ربنا سبحانه وتعالى دول ملائكة الله على الأرض فالمحاكاة اللي عملوها والأوبريت اللي عملوه ورفضوهم لكل أشكال السلبية من المجتمع دي أزهرت كم من معاناة اللي هم بعانوها كمان الرئيس عبدالطاح السيسي بنى وأنشأ مدينة لزاو القدرات الخاصة في مدينة العاشر من رمضان لتدربهم وتأهلهم وطالب وزارة التربية والتعليم والثقافة والفن والشباب أنهم أولا يعدوهم ويدربوهم ويكونوا صالحين للعمل والإنتاج كالأسوية يساهموا في سوق العمل ويبقوا طاقة إيجابية